لا يقع عنه صلاة الصف تذكرون في الحلقة في المحاضرة السابقة أنا قلت للأعزة قلنا هناك طريقان لو أن الخليفة يتسامى ويصعد حتى يكون بمستوى من؟ بمستوى رسول الله وهذا كان ممكن في من خلفه بعد ذلك غير أئمة أهل البيت أو لا يمكن؟ لا يمكن لا يوجد لعد ماذا نفعل؟ ها؟ جيب يمنى مولانا نزل جوه واضح صار أعزائي واضح القضية وهذا الذي فعله بني أبيه وهذا الذي فعله كل من أراد أن يسقط شخصية ماذا؟ ولذا أقولها واضحة ما رد أقول كلها ولكن كثير من الروايات التي نقلت عن أزواج النبي في ذنب النبي هذه من وضع بني أميه حتى يقولون انظروا إلى عائلة من؟ ها؟ إلى رسول الله أزواجه ما هي؟ هاي هالشكل وذيك هالشكل وذيك هالشكل وذيك هالشكل وذيك هالشكل بينك وبين الله بعدها مثل هذه العائلة مورد الاحترام له مو مورد الاحترام فإذا كانت العائلة هكذا لعد اللي من الزوجهم شنو كان مولان؟ يعني انت الآن تروح تزواج افترض كما يقال فرض المحال ليس بمحالة تزواج أربعة وين كان من يقدر من الجماعة يقدر تزواج أربعة تزواج أربعة ولكن واحدة من هين ما أدري كذا واحدة من هين كذا يعني بيني وبين الله مخالفات شرعية وأخلاقية ونساء أي ارتباط بالدين ما عدوا بيني وبين الله ماذا يقولون عن ذلك الرجل؟ يقولون بينك وبين الله حسنين تتزوج ولكن خلو مو تتزوج فلان وفلان بني أميه هكذا فعلوا مولان اسقاطوا أكثر أزواج رسول الله حتى يقولون أن هذه العائلة مقدسة لهم ملوث مولانا فمن يتلوث أولا؟ لا رسول ولهذا عموما ينقلون الروايات عن من؟ ها؟ ليش؟ لا 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 عن عائشة ينقلون ليش عن عائشة؟ ليش؟ لا 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 أبدا نعم أبوها فلان أبدا لأنه كانت بنت صغيرة وينقلون أنها علاقة رسول الله كان هما ينقلون علاقته واي كذا فيقولون بابا هذه كل شيء تعرف عن ذلك لكن النساء عمرا أربعين وخمسين سنة ما يدرون هذه كل شيء تدريبون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة